لم يكاد يمر يوم على إداء رئيس الفندي اليمين الدستورية حتى كان على موعد مع حدث سعيد حيث رزق بمولود في اليوم التالي على إداء اليمين مكتب رئيس فنلندا قال إن الرئيس أصبح أول زعيم للبلاد يرزق بطفل أثناء وجوده في السلطة عندما أنجبت زوجته طفلا يوم الجمعة وأضف البيان أن الأم والطفل بخير حسب ما قال الأب الذي كان موجودا أثناء الولادة